اهلا بكم في تفاعلكم حيث نرصد لكم اخر المستجدات وردود الفعل في مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ مع الهاشتاغات المتداولة فهاشتاغ عاصفة الحزم الاساسي للعمليات والذي تم تداوله منذ بدء العمليات تخطط التغريدات فيه ال 17 مليون تغريدة وبمجرد الانتهاء من عاصفة الحزم تحديدا بدأ المغردون هاشتاغ انتهاء عاصفة الحزم وتخطط التغريدات فيه خلال ساعات اكثر من 50 الف تغريدة المرحلة الثانية من العمليات كان لها نصيب ايضا بهاشتاغ اعادة الامل والذي فاقت التغريدات فيه ال 200 الف تغريدة خلال ساعات قليلة طبعا كانت هناك ايضا الكثير من المشاركات حول الموضوع ولكن لم يتم حسابها لعدم استخدام اي هاشتاغ فيها تفاعل كثيرون مع انتهاء عاصفة الحزم وابتداء اعادة الامل بالصور نستعرض معكم ابرز هذه الصور ففي ساعات الصباح الباكر تم تداول صورة تظهر العلم السعودي مع جملة صباحكم دولة تستحق من الدعاء الزميلة احلام اليعقوب اختارت ان تبدأ اليوم بتذكير متابعيها بجمال اليمن فارفقت تغريدتها بصور عدة اما هذه الصورة فشرحت معنا مقولة ارفع راسك انت سعودي وذلك بحسب ما جاء في نصها وللشهداء النصيب الاكبر من التعليقات والصور وهذه صورة تحمل نص دعاء لمن ضحوا بارواحهم العلم السعودي ايضا حضر في كثير من الصور فهذه تطالب بتحية الجيش السعودي ورفع رايات النصر في هذه نجد صورة للملك سلمان وهو يشرب القهوة وصورتين معبرتين لزعيم الانقلابيين الحوثي وامين عام حزب الله حسن نصر الله وترك صاحبها حرية التعليق لكم الكثيرون اعتقدوا ان هذا الكاريكاتير معبر وهو لامرأة ترمز لليمن وتطمئن ابنها انها ستكون بخير الرغم كل الطعنات في ظهرها زعيم الانقلابيين عبد الملك الحوثي نال نصيبه من السخرية فهذه تغريدة على هاشتاك تفاعلكم توجه رسالة للحوثي بعد عاصفة الحزم ان الانسحاب طيب اما هذه الصورة فتتحدث عن ردة فعل الحوثي بعد عاصفة الحزم وايضا تم تداولها على مواقع التواصل ولم تقتصر روح الفكاهة على الصور فتخططها ووصلتها للفيديوهات كهذا الفيديو نتابع انتصرت عاصفة الحزم كما عاد هذا المقطع للتداول وهو مقطع قديم لجنود يحتفلون ولكنه عبر عن مشاعر الكثيرين في عاصفة الحزم نتابع الكثيرون في مواقع التواصل اكتفوا بالكلمات الشهيرة للعرض النجدية نحمد الله جات على من تمنى التي كتبها الشاعر الراحل عبد الرحمن أصفيا والبعض تداول هذا التسجيل نتابع نحمد الله جات على ما تمنى من ولي العرش يزنى الوهايب خبر اللي طامع في وطن دونها نثني إلي يا الطلايب يا هبي للراحي وين أنت ويننا تحسي من الحرب نهبى الجعائي واجد اللي قبلكم جيت مننا مع كل حدث ومع كل جديد وتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي سنكون معكم ولمشاركتنا في مواضيع اليوم أو مواضيع أخرى هاشتاغنا هو تفاعلكم كما يظهر على الشاشة أمامكم إلى اللقاء